طيب، إيه الكوانيس اللي بتحصل في مسألة تعرض الحالات التحكمية وتعليق ماركت لاتنبرج على الحالات التحكمية؟ عشان بيقول للناس المعلومات اللي محدش بيقولها في أي حتة وما بنقولش إحنا سيناريوهات ولا بنقلف قصص زي ما البعض بيحاول يقلف قصص خلال الساعات الأخيرة ماركت لاتنبرج حالية موجودة في الدوحة بيحلل مباريات تكاس العالم فبالتالي مش بيتابع كل مباريات الدوري ولا بيشوف المطشاط على الهواء فإيه اللي بيحصل؟ تامر دوري المسؤول عن تقنية الـ VR في لجنة الحكام بيختار عدد من الحالات التحكمية اللي البعض ممكن يكون شايف إن فيها إثارة للجدل أو الحالات اللي ممكن الـ VR يتدخل فيها وبيقطع هذه الحالات وبيبعاتها لمركت لاتنبرج يتفرج عليها كالاتنبرج بيعمل إيه؟ بيتفرج على الحالة وبيسمع الحوار والمحادسة اللي ما بين حكم الملعب وحكم الـ VR وبيقول رأيه كخبير تحكيمي أو كرئيس لجنة حكام في هذه اللعبة بعد كده بيعمل اجتماع أونلاين مع كل الحكام اللي أداروا مباراة الجولة أو مباراة الإسبوع في الدوري وبيقول لهم تعليقوا على إدارتهم وبيدي دركة التقييم للحكام في جلسة الأونلاين بوجوده وبوجود الحكام وبوجود أيضاً كمان أعضاء لجنة الحكام وعلى رأسهم محمد فاروق وتامر دوري وأحمد أبو لعلى وبالتالي حالات التحكمية راحت لماركت لاتنبرج شايف إن الجولي الأول لطلع الجيش الفاردة دخل بشكل سليم وبالتالي التسلل ما كانش موجود وهدف طلع الجيش سليم وشاف إن ضربة الجيش سليمة وشاف كمان إن الهدف اللي اتلغى لطلع الجيش كان لمست يد واضحة جداً وتدخل الـ VR كان مميز من الحكم والفرحان ولكن اللعبة ضربة الجيش هي اللي أثرت جدل شوية في الوسط الرياضي وده اللي خل الجيمة الحكم تأخر شوية فكرة إن هي تطلع الحالة بالمحادثة اللي تمت ما بين الحكم وحكم الـ VR لإن البعض مبارح مش أقول اجتهد البعض مبارح كان حابب أو هو شخص مبارح حاب يقلف سيناريو وقصة من وحي الخيال ويقول أصل واقل فرحان اعترض على قرار محمد عادل وقال له تعالى شوف اللعبة ما فيهاش شارك للجزاء ومحمد عادل قال له لا أنت بتقول إيه دي الكورة ضرب الجزاء وأنا مش هرجع أبص للحالة التحكمية كل الكلام ده كلام فضي وكلام هاري وقصة أنا أعتقد يعني اتحاد الكورة لو عايز يحافظ على المسابقة لازم يحاسب الشخص ويحاسب الناس تطلع تقول الكلام ده وبتألف قصص وسيناريوهات من وحي الخيال ما لهاش أساس من الصحة أولاً المحادثة طلعت يعني أولاً المحادثة طلعت وفكرة أن حكم الفي آر يقول لحكم الساحة تعالى شوف راجع فيه ضرب الجزاء ده مش في البروتوكول أصلاً المحادثة بالضبط اللي تمت كانت إزاي؟ بعد محمد عادل محاسب ضربة جزاء على عمر رضوان نتيجة إعاقة برونو سافيو حكم الفي آر تدخل في اللعبة وقال لحكم المباراة حكم الساحة تعالى فيه احتمالية لضربة الجزاء فيه احتمالية أن القرى دي مش ضرب الجزاء وبالتالي محمد عادل قال له فيه إيه بالضبط وهو رايح من الملعب لغاية شاشة الفي آر كان بيتكلم معه وبيتناقش معاه لغاية لما وصل فورى له اللعبة قال له أنا شايف ده بقى رؤية حكم الفي آر وقال الفرحان بيقول له أنا شايف أن عمر رضوان احتكي باحتكاق طبيعي ورجليه نزلت على الأرض وبالتالي ما استضمش ببرونو سافيو فرح محمد عادل قال له لا أنا شايف فيه استضام وأنا شايف فيه ضربة جزاء لكن البعض يقول لك إيه أصلا عادل راح وما كملش أربعة ثواني بس من قبل ما يروح كان فيه حور أساسا بين حكم الملعب وحكم الفي آر وبعا كده جاب له اللاطة وبص عليها محمد عادل قال له لا أنا شايف هنا ضربة جزاء والقرار سليم وفي النهاية القرار على فكرة لحكم الساحة حكم الفي آر كل دوره أن يقول فيه احتمالية هدف أو احتمالية لإلغاء الهدف احتمالية لرقل الجزاء احتمالية ما فيهش ضرب الجزاء احتمالية التسلل أو ما فيهش تسلل أو كارتة أحمر حالات اللي احنا عارفين تدخل الفرب بقى الحالات اللي نص عليها قانون الأيفاب وبالتالي ده بروتوكول واضح والبروتوكول الناس كلها عارفاه ما فيهش حاجة اسمها تعالى بص وأنا أقول له أنا مش جاي احنا مش بنلعب دورة رمضانية في شارع يعني عيب أن يطلع البعض أو يطلع انبراح شخص يقولك أنك كانت فيه خناقة كلام ده ما بيحصلش وبعدين المحادثات دي بتروح لمجلس الأيفاب والمحادثات دي بتسمحها لجنة الحكام عمر ما بيحصل حاجة زي كده حكم الفي آر يقول له حكم الساحة انت حسب بحاجة غلط تعالى بص عليها ما بيقولهش كده أصلا هو بيقول له فيه احتمالية كذا بيعرضه في القرار بيقول له فيه احتمالية كذا وحكم الساحة ما ينفعش يقول له مش هاجي لا لازم يروح يبص عليها بس هو رايح لغت لما ما بص على اللعبة كان بيتناقش ما حكم تقنية الفي آر وعول ما راح وبص على اللعبة ما خدتش أربع ثواني ليه لأنه هو حكم الفي آر وقع الفرحان لما عرض له اللعبة قال له الحارس نزل أو لعب بشكل طبيعي ورجله نزلت على الأرض ما اصطدمتش به برونو ساب فالتاني رد عليه قال له أو محمد عادل رد عليه قال له أنا شايف فيه ضرب الجزاء وفي احتكاك وقال له كملي اللعبة لغاية الأخ وشاف أنه فيه احتكاك وفيه استضام وبالتالي حسب ضرب الجزاء وبالتالي المحادسة طلعت يعني اللي قال لك أنا استحالة المحادسة تطلع واتحدى أنهما يطلعون المحادسة المحادسة طلعت هلأ هتعتذر على كم الإفتراءات والكذب اللي قلتم بارح في مسألة أنه كان فيه خلاف وده عايز يبص على اللعبة والتاني يقول له مش جاي يبص على اللعبة وكاننا بنلعب دور رمضانيا وبنلعب في الشارع هلأ هتعتذر على الكلام المغلوط اللي أنت قلتم بارح حشان تعمل حالة جدلية أو تحاول توحي للبعض أن محمد عادل بيجامل الأهلي الناس كلها عارفة والتاريخ والناس كلها فاكرة كلمة أو لفظ الاحتواء اتقال في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي وقاله بنفسه الكابتن محمد عادل هو اللي قاله بنفسه هتحاولوا بقى تغيروا التاريخ وتثبتوا أنه عادل بيحاول يجامل الأهلي لا مش صح وهتحاولوا تقولوا أن الحالات التحكمية بيبقى فيها خنقات وجدل وحاكم توقف وحاكم ما توقفش عشان ضرب الجزاء لصلاح الأهلي أو ضد الأهلي كلام ده مش صح يا بالتالي الرجل تلع وحلل الحالة وشرح ضربة الجزاء فين بالزبط ضربة الجزاء ما كانتش في الأول في مسألة أكرم توفيق ولا في التالتة في موضوع أحمد عبدالقادر كانت في برونوسافي وقلت صدام كان واضح جداً ورؤية حكم الـ VR قبل ما استعرض الخبر الموجودة على الشاشة رؤية حكم الـ VR أن الاحتراق طبيعي تبقى لتعليمات ماركت لتنبرج لأن دي بقى مشكلة ما بين الحكام حالياً مش عارفين الاحتكاك إمتى يبقى يتحسب وإمتى ما يتحسبش طيب من ضمن الكلام اللي تقال بردن بارح عشان السيناريو يبقى يعني محبوك بشكل كويس اتقال لك إيقاف وقل فرحان حكم الـ VR طيب المعلومات اللي عندي أن لغاية اللحظة دي لجنة الحكام لم تختر أي حكم بإيقافه أسبوع ولا اتنين ولا شهر مفيش حكم تم اختاره رسمي أنت موقوف لغاية اللحظة دي ثانياً لو لجنة الحكام استبعدت حكم مثلاً زي وقية الفرحان من الأسبوع اللي جاي ممكن تكون شايفة من وجهة نظرها أن وقية الفرحان أخطأ في مسألة استدعاء حكم الـ VR فبالتالي أنت أخطأت في لعبة فممكن تريح الأسبوع اللي جاي لكن إيقاف لمجرد أنه هو اعترض على محمد عادل بالسيناريو اللي اتحكم بارح لا مش صح أنا بأكد لكم أن اللي اتحكم بارح في إحدى القنوات وعن طريق أحد الزملاء أن الإيقاف بسبب احتدام الخلاف ما بين أو النقاش ما بين وقية الفرحان ومحمد عادل كلام ده غير صحيح الإيقاف إذا تم أو أنت لما بتستبعد حكم في الإسبوع التالي بتستبعده أنه ممكن يكون يستدعى الحكم في لعبة هي ضرب الجزاء السليمة لأن في نفس الوقت لو بصنا على المباراة قرار التسلل اللي خرج من حكم المساعدة التاني الفي أر كان مميز فيه وفعلا القرى كانت هدف وفي نفس الوقت الهدف التاني لطلاع الجيش اللي جي في الوقت القاتل لما حسبوا الحكم محمد عادل الفي أر لغاء وبالتالي كانت فيه قرارات كده بشكل إيجابي كويس وكانت فيه قرارات خطئة وده بيبقى وارد فيه بعض المباراة ولكن أن حكم يتوقف نتيجة خناءة البعض حاول يصورها ويقول سيناريو ليها ولو فيه إيقاف بيبقى إيقاف لإسبوع أو الإسبوع اللي جاي نتيجة خطأ فني في المباراة ولكن السيناريوهات اللي اتحكت مبارح وأن البعض اللي يحاول ياخدنا في سكة أن محمد عادل جامل الأهلي أعتقد رئيس اللجنة طلع وشرح واستعرض المحادسة اللي ما بينحكم الفي أر وحكم الملعب عشان الناس تسكت وتبطل تألف لأن أعتقد احنا مش في مرحلة تأليف سيناريوهات ونقلف قصص عشان نعمل مشاكل تحكمية في مباراة الأهلي مباراة الزماني والمصر أعتقد يعني بما فيها من أحداث سواء حالات تحكمية أو أحداث خارج الملعب كفيلة نحن ممكن نقوم نتكلم فيها لغاية آخر الموسم لآخر الموسم كفاية واختم بها كلامي الجملة ديت ربطة الأندية خلفة الليحة اللي هي مضي عليها ولم توقع عقوبات في مباراة الزماني والمصر بصوا على الليحة ربطة الأندية وبصوا على قواعد السلوك مكتوب فيها إيه وانت تعرفوا مين اللي تم مجملته في الأسبوع الماضي ومين اللي تم منع أي عقوب عليه الأسبوع الماضي وبالتالي ما تخدراش من سكة فرض عقوبات لم تتم وادخلونا في حالات تحكمية وجدل تحكيمي مش محتاج أي مساحة لأن الحالة واضحة والقرار واضح والأهل فاز بالسلاس نقاط اشتركوا في القناة